موسيقى يا اهلا وسعلا ومرحبا بأحلى المشاهدين في هذه الحلقة سنتعرف كيف تقوم بفك الحضر على تصبيق لايكي كما تعلمون الكثير من الحسابات توجه مشكلة الحضر فتوجه صعوبة طبعا في فك هذا الحضر طبعا سنقوم في هذه الحلقة بشرح طريقة خطوة خطوة لفك الحضر على اي حساب في تطبيق لايكي وكذلك بالنسبة للحسابات الموقوفة وبالنسبة للحسابات التي حدفت في الماضي سنقوم بشرح كيف تقومون باسترجاعها بكل سهولة لا تنسى ان تنضم الى العائلة بالضغط على الاشتراك تفيل على الجرس ولا تنسى كتاب التعليق لتحفيزنا طبعا على الاستمرار دعون نبدأ بعجلة اول شيء سنقوم بالدوجة مباشرة الى تطبيق لايكي وكما ترون في هذا التطبيق سوف نقوم بالضغط على هنا سنقوم بالضغط على حسابنا اذا سوف تقوم انت بعمل حساب جديد طبعا في تطبيق لايكي ستقوم بعمل حساب جديد وتقوم بمتابع هذه الخطوات التي ستقوم بشرحها لك اول شيء ستقوم بالذهاب الى الدعم والمساعدة اذا هنا في الدعم والمساعدة سوف تقوم بالضغط على ادارة الحساب من على هذا الشكل وهنا كما ترون سوف تقوم بالضغط على كيف استرجع الحساب القادم اذا هنا كما ترون لايكي يقوم الدعم فريق الدعم لايكي يخبرنا ان نقوم بارسال الملفات الى feedback at likey.video اذا يجب علينا ان نقوم بارسال بعض المعلومات وبعض الملفات اول معلومة ستقوم بارسالها وهو معرف الحساب لتطبيق لايكي وتاريخ التسجيل اذا بخصوص معرف الحساب ستجده يعني ستقوم بالدخل الى الحسابك وستقوم بعمل له نسخ كما ترون في هذا هنا اذا قمنا بالدخل الى هنا وهذا هو المعرف اذا المعرف ستحصلون عليه انطلاقا من رسالة على سبيل المثل اذا قمتم بعمل حساب في تطبيق لايكي عن طريق الجيميل فستحصلون على المعرف في ذلك الجيميل اذا ابحثوا عن الرسائل القديمة في الجيميل وابحثوا عن لايكي وستجدون المعرف الخاص بكم للحساب القديم بعد ذلك تاريخ التسجيل اوكي تاريخ التسجيل ستجدونه يكفيكم ان تقومون بكتابة العام الذي قمتم بعمل فيه هذا الحساب اوكي اذا بعد ذلك رقم المحمول والحسابات الاجتماعية يجب ان تقومون بارسال الحسابات الاجتماعية وطراز الجهاز يعني الذي تم تسجيل الدخول عليه بهذا المعرف غالبا ستقومون بارسال او نوع الجهاز جهازكم الحالي الذي قمتم بانشاء الحساب عليه او اذا كنتم قمتم بانشائه في حساب طبعا قديم او في هاتف قديم سوف تقومون بارسال الهاتف القديم اذا هم يريدون ان يتعرفوا على الجهاز الذي قمت بعمل به هذا الحساب اذا هنا صورة اخيرا ستقوموا بارسال لهم صورة هويتك الشخصية فضروري ان تقوموا بارسال الهوية لماذا؟ لانه سوف يتأكدون من هل هذا الحساب لك ام لا اوكي جيد الان اذا اذا اردت لديك طريقتين لديك الطريقة الاولى ان تقوم بارسال هذه المعلومات كلها عن طريق في حسابك على الجيمويل او اي حساب تستخدمه او او ارسال هذه المعلومات الى فريق الدعم في تطبيق لايكي اذا كما ترون هنا سنقوم بالضغط على غير محلولة وهنا سنقوم بالضغط على رد الفعل وبالتالي كل هذه المعلومات ستقوم بارسالها الى هنا يجب عليك ان تقوم بوضع هذه المعلومات وهنا ستقوم بالضغط على هذه العلامة وضغط على مكان الملفات وطبعا ارسال صورتك او صورة صورة البطاقة الهوية او جواز الصفر وبالتالي هنا ستقوم باعطائهم المعلومات التي قمتم بقراءة يعني قمتم بقراءتهم المعلومات التي اخبرتكم عنها وهي تاريخ تسجيل حسابكم ومعرف ال اي دي وطراز الهاتف ورقم الهاتف المحمول ومواقع توصيل اجتماعي اذا كنت قد انشأت مواقع توصيل اجتماعي يعني انشأت هذه الحساب عن طريق فيسبوك او جوجل وبالتالي هنا ستقوم بإدخال لبادتك الالكتروني او رقم الهاتف وتقوم بإرسال رسالة طبعا الفريق سوف يقوم بإجابتك في اقل من 48 ساعة ويقوم طبعا بإرسالك رابط لاسترجاع حسابك على تصبيق لايكي وفق الحضر شكرا لكم على الحسنة تتبعيكم اتمنى ان الحلقة استفدتم منها طبعا اذا كان لديكم اي تساؤل بخصة للحلقة فاكتبوا لي اسفل هذا الفيديو وسأقوم بإجابتي عليه اضرب لكم معدنة في حلقات القديمة كان معكم نزيد ومتم في امان الله ورعائته اشتركوا في القناة